أولاً الصراع مع قريش صراع دفاعي أينما كان في أحد في بدر في قريش طردتهم من بيوتهم وذين للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وأن الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فهؤلاء أخرجوا من ديارهم يعني الآن القتال مع إسرائيل في أي موقع في تضرب سفارة إسرائيل في البرازيل هذا قتال دفاعي هذه دولة احتلت أرضنا فكل ما يتعلق بمؤسساتها فهذه النقطة النقطة الثانية فتح الشام فتح الشام أيضاً حرب قد استعرت سعرها روم عبر قبائلهم العربية من قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حرب مؤتة النبي عليه وآله وسلم يرسل لهم رسول ودولياً من قبل الإسلام إلى اليوم الرسول لا يقتل يرسل لهم الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه فيقتلوه فيقتلونه نعم غزو التابوك كانوا روم يحشلون للهجوم على المسلمين فلاقاهم إلا تابوكم ووقعت حرب أساساً نعم فإذا بين الكيان الإسلامي وبين روم حرب مفتوحة مدامة هذه الدولة تحارب هذه الأمة وتريد أن تسقط الإسلام من حيات هؤلاء الناس إذن بيننا وبيننا روم حرب مفتوحة صحيح ولذلك كل فتوحات الشام تدخل في إطار الحرب الدفاعية أو الحرب المفتوحة أو الحرب ضد دولة أعلنت الحرب علينا ترجمة نانسي قنقر